على أسفلت دمشق تسيل الدماء البريئة من جديد لم يدر هؤلاء عندما سلكوا طريق شارع الثورة في منطقة المزرعة أنهم سيعرضون جثثاً على شاشات التلفزة أما في الوقائع الميدانية فأن انفجاراً ضخماً هز وسط العاصمة السورية قرب مركز لحزب البعث وأسفر عن سقوط 53 قتيلاً بينهم 9 عناصر من القوات النظامية وأكثر من 250 جريحاً معظمهم من المدنيين وبحسب التلفزيون السوري فقد نجم التفجير الإرهابي عن سيارة ملغمة وقال محافظ دمشق لرويترز إن السيارة كانت تحمل ما بين طن وطن ونصف من المتفجرات وأشار التلفزيون إلى أن المنطقة المستهدفة مكتضة بالسكان كما تبين أن مدرسة عبد الله بن الزبير المجابرة تضررت تضرراً كبيراً ما أدى إلى مصرع عدد من الأطفال هذا إضافة إلى قرب موقع التفجير من أحد المشافي ومحطة مواصلات وعلى بعد 200 متر من مبنى السفارة الروسية وفي هذا الإطار نقلت وكالة إيترتاس عن ديبلوماسي داخل سوريا أن الانفجار أسفر عن خسارة مادية كبيرة في مقر السفارة من دون خسائر في الأرواح وفي تبعات الانفجار فقد أصيب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمي بجروح طفيفة في وجهه ويديه نتيجة تناثر الشضايا في مكتبه الذي يبعد 500 متر من مكان الانفجار تزامناً أفيد عن انفجار آخر وقع في منطقة برزي شمالي دمشق واستهدف مخفر حاميش كان قد سبقه انفجار سيارة مفخخة في مبنى فرع المعلوماتية الأمني بحسب ما أفادت وكالة سانا الرسمية وفيما يبدو استهدافاً واضحاً للمراكز الأمنية والحزبية أفيد لاحقاً عن إطلاق قضيفتي هاوين على مبنى الأركان في ساحة الأمويين في دمشق أما يوميات العنف في سوريا فخيم عليها الطيران الحربي استكثفت الضربات الجوية على دمشق وريفها ودرعة ففي قرى مرج الزاوية وكنسبة في ريف دمشق أفيد عن قصف للمروحيات بالبراميل المتفجرة أما قرية الناجية في ريف إدلب فلم تنجو من قصف الطيران المروحي وسجلت أيضاً غارة على حي طريق السد في درعة أوقعت خمسة قتلى ليرتفع عدد الضحايا بذلك إلى أكثر من تسعين بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان سياسياً أكد الائتلاف الوطني لقوى المعارضة المجتمع في القاهرة أكد على مطالبته بتنحي الرئيس بشار الأسد ودان الائتلاف التفجيرات الإرهابية أياً كان مرتكبها وبغض النظر عن مبرراتها شكراً للمشاهدة